ها توق واصل كل يوم تتأخر كل يوم تتأخر يعني تعال مرة في الوقت انا عاسف يا ابو ناصر لكن تدري كنت في البنك وزحمة زحمة في البنوك البنك اليوم مجازة البنوك ما تعرف انت ولا وش انا مو بقصد البنك انا كن في الجم تدري المدرب هد حيلي صج والله ايه تحارف ان الصلاة الرياضية مغلقة من الوزارة بسبب الاجراءات الوقائية شو شو دونت مو بقصد الجم انا رحت على سلمك اخذ عيالي من المدرسة وزحمة الشوارع وعالم لا والله المدارس اجازة الايام ما تعرف المعلومة جديدة عليك ولا شا السالفة يعني اذا انا مو بقصد المدارس خلنا اشرح لك بس عاد وولدي يسلمك بس كذب عاد لا تقعد تقص عليه انه قول الصج وخلاص انا مبكذب شنو مكذب لا تقول عني كذب انا تسأل وايد وتضطر من اسألتك هذي ان انا اكذب يا ريال يا ابو سلمان معلش قول الصج وريح عمرك ترى ما احد بقص راسك اذا قلت الصج يا اخوي بعدين انت مكبر موضوع حين ليش يعني هاي تسميه كذبة الحين يعني بجارة سوالف وذي مو كذب يعني الكذب هو الكذب لا تتعود تكذب وولي يسلمك تب الصج انت مللتني زهكت منك حتى اللي تنطفع من كذبك الله يسامحك كمل شنو اقولك لات انا غلطاني ليا قاعد اصور معاك انا ربعي ناطريني في العنة ومتاخرة عليهم سبتك انت العنة تدري ان العنة صارت عائلية الان ما بقصد العنة احنا بدي نتيمع بنروح مباراة في الدوري نشوفها اليوم الدوري خلاص انا اقصد دوري سلة حتى دوري سلة خلاص دوري طائرة غزيانا حتى دوري الطائرة واليد والتنس بعد خلصوا زين والحل والحل نبدأ الحلقة احسن خلنا نبدأ الحلقة يلا يا مخرجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوي الحبيب لما واحد يكذب عليك وتعرف انه كذاب شون تتصرفوا اياه اشخبي انه عظام العنة اما شوا لا اذا احسن انا اكذب عليك اعطيه على جوا لايين يخلص بسمع الشي اللي يبي وأنا عارفش الشي اللي انا ابيه اشفق علي يعني بيصعب عليه أنه أنا أعرف أنه بيكذب فبسيبه بيكذب يعني هو بيصعب عليه بمشيله يعني ببين أن أنا عرف بمشي يعني أنا أشبليه ما تخلي بيكذب علىي بالن周 meses أنا أدلت أنه يكذب عليه أنا راح أخله ما راح quiere أنكากذبت عليه أو شيء ولا راحني أخرجن راح الحل بكل بساطة يا أخوي لا تكذب لازم تعرف أن الكل يدري أنه تكذب ومح حدي صدقك خلاص حتى لو قلت الصج لما انت بتوهم نفسك ان الكذب ممكن يساعدك او ينقذك ترى يصير العكس وانت ما تتعلم يعني جرب تكون صادق الصج بتاخذ وقت لان الناس يعني يبدون ثقتهم فيك لكن لازم تبدأ وتجرب وتشوف النتيجة لا تعطي نفسك مكانة وحجم غير عن حجمك الطبيعي الكذبة ما رح تغير من الواقع شي خلك طبيعي وقول الصج وشوف شلون بترتاح من العادة السيئة اللي خلتك تنسى كذبة امس وتضطر تألف كذبة يديدة بعدين معاك بس خلاص وقف ابدأ من اليوم امسح كل كذبة كذبتها بانك تقول الصج من الحين وشوف النتيجة في الختام ممكن تخلي عندك عادة جيدة بدلها العادة السيئة ممكن تتبرع ولو بعشر ريالات وخلها بنية التوبة منها تستغفر من كل خطأ ترتكبه في حق الاخرين ومنها في ناس محتاجة تستفيد السلام عليكم ورحمة الله